اشتركوا في القناة يشارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم في عمال القمة الاستثنائية منظمة التعاون الاسلامي باسطنبول من المقرر ان تناقش القمة وتابعات القرار الامريكي بالاعتراف بالقصة عاصمة الاسرائيل واستعرض شكري في القمة الموقف المصري الرافض للقرار ولأية اثار مترتيبة عليه ومحاصلة الاتصالات التي قامت بها مصر للحد من التابعات السلبية لهذا القرار يترأس الامام الاكبر دوتور احمد طيب شيخ الازهر الشريف اليوم الجلسة الطريقة التي دعا اليها هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف لملاقشة تداعيات القرار الامريكي باعلن القدس كعاصمة الاسرائيل من المنتظر ان يصدر عن هذا الاجتماع بيان شديد اللهج استكمالا لبيانات الازهر بشأن ذلك القرار نايتم جزء الاخبار شكرا لكم وإلى ملتقا